إلى ملفنا الثاني الآن وإصدار القضاء العراقي حكما بالإعدام على فرنسي متهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الحكم هو الرابع من نوعه ضد مواطنين فرنسيين وجاء رغم إعلان فاريس رفضها لعقوبة الإعدام لمناقشة هذا الموضوع معنا من بغداد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي مساء الخير أستاذ هشام مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار بداية فرنسا كما يقول البعض تنتهج معيارين متناقضين من جهة لا تريد تسلم مواطنيها والتعامل معهم على الأراضي الفرنسية وفي الوقت نفسه ترفض عقوبة الإعدام وتضع شروط وحقوق الإنسان وكل هذه الأمور أولا كيف نفهم هذا الموقف الفرنسي برأيها حقيقة الثابت عند الفرنسيين أنها لا تستقبل العائدين سواء كانوا بصفة محكومين أو حتى بصفة موقوفين يتم تسليمهم إلى فرنسا هذا هو الثابت أما المتغير فهو موضوعة أنه لا يوجد حكم الإعدام في القانون الفرنسي على مواطن فرنسي أو حامل الجواز الفرنسي وبالتالي فرنسا بدأت تنسخ سياسيا وقضائيا مع العراق هي تتفهم أن قانون مكافحة الإرهاب في العراق يحكم الأجانب الذين قاموا بعمليات إرهابية سواء كانت على أرض العراق أو أرض سوريا لأن المحكمة العراقية تفترض أن شبكة تنظيم داعش في العراق وسوريا هي شبكة واحدة وبالتالي كيفت القانون أنها تقبل الأجانب من الأوروبيين بمقابل تنسيق وتفاهم يتبعه بعض العطايا من الأسلحة الدعم اللوجستي التقني أو حتى الدعم المالي الذي يحتاجه العراق في مرحلة الإعمار أستاذ الشام لماذا برأيك قبل العراق استلام هؤلاء هؤلاء كانوا موجودين في سوريا تسلمهم من قوات سوريا الديمقراطية كانوا بحوزة قوات سوريا الديمقراطية لماذا قبل العراق تسلم هؤلاء لماذا يضع العراق نفسه في موقف محرج أمام المنظمات الحقوقية الآن المنظمات تقول هذه محاكمات غير عادلة والقرارات شابهة الكثير من العوار لماذا يضع العراق نفسه في هذا الموقف لماذا لا يرفض تسلم هؤلاء أصلا إذا كانت بلدانهم الأصلية لا تريدهم يعني أظن مركب من أمرين الأول عرفانا بما قدمته فرنسا للعراق في حربه بالضد من داعش وتحرير مدن كبيرة كان لها دور فرنسا سواء على مستوى سلاح الجو حتى على مستوى التدريب والدعم اللوجستي والمخابراتي وثانيا العراق بحاجة إلى أن تترك فرنسا معداتها العسكرية من مرابط مدفعيتها الذكية وأيضا تقنيات التجسس والاستخبارات هذه تكلف ملايين الدولارات مقابل هكذا موقف يتم التفاهم عليه دبلوماسيا وفي نفس الوقت مخابراتيا ولكن اليوم نتحدث عن الشخص الرابع هناك أيضا بحسب المعلومات ربما خمس أشخاص آخرين بانتظار أن تصدر بحقهم أحكام مشابهة السؤال مرة أخرى بشكل آخر أستاذ هشام حتى لو حكم على هؤلاء بالمؤبد وتم تخفيف عقوبة الإعدام بحسب الرؤية الفرنسية ألا يضع هذا أعباء على العراق هناك مصاريف مترتبة على بقاء هؤلاء في السجون العراقية هناك مسئولية أخلاقية ومسئولية قانونية وكل هذه الأمور العراق يجد نفسه عرضة لانتقادات حقوقية مرة أخرى هل العراق مضطر لاستلام هؤلاء ليس منطرا العراق لكنه يمتلك القانون الذي تتفهمه أوروبا الغربية وفي نفس الوقت أوروبا الغربية تعتبر هذه ثغرة للتخلص من هذا الموضوع وسوف تعين العراق في الإدارة المالية وأيضا في بعض الأمور الخاصة في دعم هذه السجون لوجستيا من حيث تطويرها وأيضا توفير الأممال اللازمة مقابل كل شخص من هؤلاء الاثنين عشر من الفرنسيين الذين في الغالب سوف يحكمون مرة واحدة بالإعدام شكرا جزيلا لك الأستاذ هشام الهاشمي الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية كان معنا من بغداد الآن معنا من باريس الكاتب والباحث السياسي هلال العبيدي أستاذ هلال مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه المشكلة بالنسبة للفرنسيين هم يريدون التخلص من هؤلاء حتى لو كانوا من حملة الجنسية الفرنسية هل هناك موقف قانوني وأخلاقي يتيح لفرنسا التخلص من هؤلاء مساء الخير بالتأكيد فرنسا أرادت التخلص من هؤلاء وحسب ما جاء خلال استقبال الرئيس العراقي قبل شهر تقريبا في باريس حسب ما جاء على لسان السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية بأن هؤلاء متهمون ويجب أن يحاكموا في الدول التي تم إلقاء القبض عليهم رئيس ماكرون أعلى سلطة في الدولة الفرنسية في الجمهورية الفرنسية قال بصريح العبارة يجب أن يحاكموا في الدول التي تم إلقاء القبض عليهم وهنا تم إلقاء القبض عليهم صحيح أنه تم القبض عليهم في شمال سوريا ولكن تم تسليمهم إلى العراق وهذا الملف تم حسمه خلال أكثر من جهة سيادية عراقية يعني من خلال رئاسة الجمهورية من خلال رئاسة الوزراء أثناء الزيارة التي جاءت قبل أسبوعين إلى باريس السيد عادل عبد المهدي لذلك هذا الملف تم تسويته ما يثار هنا حول بعض المنظمات الإنسانية أن الحكومة الفرنسية عليها واجب أن تضع هؤلاء ضمن محاكمات عادلة أن تراقب سير هذه المحاكمات وأن تراقب سير تطبيق القانون القانون العراقي يحاكم بالإعدام بعقوبة الإعدام ضمن قانون مكافحة الإرهاب ولكن أستاذ هلال هل من المنطقي أن تقوم فرنسا بمراقبة سير تطبيق القانون العراقي على الأراضي العراقية لماذا لا تأخذهم؟ أنا أدرك تماما أن ماكرون قال أنهم لن يحاكموا في فرنسا وسيحاكموا في العراق ولكن هذا موقف الرئيس ماكرون هذا لا يعني أن هذا هو الموقف القانوني ولا الموقف الأخلاقي ولا حتى مسؤولية الدولة الفرنسية بهذا الشكل لماذا تضع فرنسا نفسها في موضع مراقبة تطبيق القانون العراقي على الأراضي العراقية؟ هل هذا الأمر منطقي برأيان؟ بالتأكيد منطقي لأن اتفاقيات جينيف يعني تبادل الأسرى وتبادل ولكننا لا تحدث عن تبادل هنا هذه مسألة مختلفة نحن لا نتحدث عن تبادل أسرى مختلفة القنصليات الموجودة بالضبط القنصليات في كل بلد تراقب تراقب التابعين حملة الجنسيات لهذه القنصلية أنا متأكد أن القنصلية الفرنسية في بغداد تابعت أمور القنصلية لهؤلاء من ضمن احتياجاتهم القنصلية لإخلاء الطرف إخلاء الواجب الفرنسي فرنسا لديها واجب أنهم هؤلاء مواطنون فرنسيون ولكن تتم محاكمتهم ضمن القوانين العراقية وحتى لاحظ هنا حتى المحكمة الجنائية الدولية أقرت في قانونها بأن الولاية القضائية تأتي ثانيا في محكمة الجرائم الدولية في لاهاي الولاية القضائية ماذا يعني ذلك؟ تطبيق القانون لا يتم إلا بعد التخلي عن الدولة التي لا تريد أن تطبق القانون الولاية القضائية للدولة حتى في محكمة الجنايات الدولية هي تتبع الدولة التي يتم الجرم فيها يتم الجرائم في هذه الدولة إذن المحاكمة تتم في تلك الدولة عندما لا تتم المحاكمة في تلك الدولة ولكن هذا أستاذ هلال يبدو موقفا سياسيا أكثر منه موقفا قانونيا. ماذا لو رفض العراق تسلم هؤلاء. ما الذي سيحصل لهم برأيه. يعني أنا أتفق معك أنه موقف سياسي. ولكن تم تغطيته بطريقة قانونية. وهذه الطريقة القانونية مع الأسب لا توجد هناك ثغرة. وهؤلاء لا ننسى هنا نقطة أن هؤلاء ارتكبوا جرما بحق فئة معينة من الناس. ارتكبوا أجرهم بحق أنهم منتهمين بجرائم إنسانية. يعني هنا المسألة القانونية والإنسانية والأخلاقية تحتم علينا. حتى مع المنظمات الإنسانية التي أنا أكلمتهم صباح هذا اليوم. قلت لهم أن هذه المنظمات الإنسانية يقف الفعل الإنساني عندما يتم انتهاك حرمة الإنسان وحقوق الإنسان. هؤلاء متهمين بجرائم ضد الإنسانية. بجرائم إبادة جماعية. حتى التحريض. يعني قسم منهم لا يشترط أن يحمل السلاح أو أن يقاتل ويقتل في داعش. ولكن التحريض على الأنترنت الحبس منع الدواء. كل هذه أعمال تدخل في خانة الإجرام وتدخل في خانة جرائم ضد الإنسانية. لذلك هؤلاء لقوا مصيرهم المحتوم. فرنسا لم تتحمل المسؤولية القانونية. وجدت هذه الثغرة بالاتفاق مع حكومة العراق. وكما جاء بكلام الضيف الدكتور شامل هاشمي أنهم استفادوا. أصبحت عملية مقايضة فرنسا بشكل قانوني تخلص من عقوبة الإعدام. لأن عقوبة الإعدام ضمن المادة 66 من الدستور الفرنسي لا يعاقب أي شخص بالإعدام. طبعا هو الإعدام وقف العمل به منذ عام 81. في زمن الرئيس ميتيران أوقف العمل بعقوبة الإعدام. ثم أقرر ضمن القانون 908 لسنة 81 أوقفت الحكم بالإعدام. ثم أدخل هذا القانون في الدستور الفرنسي في عام 2007 في زمن جاك شيراك. عندما حددت المادة 66 بعدم وجود إعدام في الأراضي الفرنسية أو في القانون الفرنسي ضمن الدستور الفرنسي. لذلك لا يمكن لهؤلاء أن يقضوا بقية حياتهم. فرنسا أخلت مسؤوليتها قانونيا ضمن هذا الشرط. وتمت الاتفاق مع الحكومة العراقية. كما أشرت أستاذ هلال ربما أكثر من لي شيء آخر. والمسألة الأساسية هي المقايضة. العراق استفاد ببعض الجوانب. وفرنسا تخلصت من هذه المشكلة من جانب آخر. شكرا جزيلا لك الأستاذ هلال العبيدي. الكاتب والباحث السياسي. كان معنا من باريس.